السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم شهوات سهلة واقتصادية كنتمنا تكونوا كاملين بخيروا على خير وأحوالكم طيبة اليوم إن شاء الله سنشارك معكم الكيكة اليومية العادية جدا الاقتصادية ببيضة واحدة فقط وبطريقة اللي كتخليها تجي مفشفشة خفيفة بزاف قطنية ناجحة ولو تكوني مبتدي أو ما عمر كدرتي الكيكة مستحيل تديرها بهالطريقة هذه وتتبعي معي الخطوات وما تنجحش معك يستحيل لأنها طريقة مضمونة 100% كتجي الكيكة لديدة بزاف خفيفة مشفشة قطنية كذلك غنشارك معكم طريقة تحضير صلصة الكراميل المعتمدة عندي نزولا عند طلبكم لأنه بزاف كتطلبوها ليفتع لقم لكنزين بهالي كيك فبسم الله على بركة الله أول شيء كنقوم به دائما اللي بغي نحضره الكيك هو تحضير القالب اللي غنستعمله هنا يدهنته مزيان بالزبدة ورشيت فيه الدقيق كنحيت ديك الكيمياء ديال الدقيق الزائدة وكنحتفظ بالمول في المجمد وهنايا عندي واحد الكاس ديال الحليب اللي يكون ضروري بدرجة حرارة الغرفة كنضيف عليه ملعقة كبيرة من الخل كنحركه جيدا وكنحتفظ به جانبا وعلى بركة الله كناخده إناء غنوضع فيه الحبة ديال البيض اللي عندي عندي حجم متوسط غير هو ضروري ما تكون بدرجة حرارة الغرفة باش نجح معاكم الكيك ديالكم يعني البيضة ما تكونش باردة باش الكيك ديالكم يطلع كنضيف عليه الصاشي ديال السكر فانيلا وكاس إلا ربع من السكر حبيبات والآن غنمزج هاد المكونات جيدا حتى كيدوبوا حبيبات السكر وكيولي عنا واحد الخلات اللي كيكون أبيض اللون ضروري ما تخدموا هاد المكونات جيدا في هاد المرحلة هادي باش تنجح معاكم الكيك ديالكم ضروري ما تتبعوا معايا هاد الخطوات رها مهمة جدا وضروري ما تعطيوها وقتها يعني ضروري تطربوا هاد الخلات جيدا حتى كيولي عندكم بحل شي كريما كي ما كتلاحظوا معايا وهنايا غنبدا نضيف في الزيت بالتدريج عندي كاس إلا ربع من الزيت كنضيفها حتى هي بالتدريج وأنا مستمرة في التقرب حتى كندخلها كاملة في الخالات يعني حتى كتجانس لي مع الخالات مزيان ما كسبقاش معزولة بوحدها في الجناب ضروري ما يتخلطوا جميع المكونات مزيان مزيان وفي هاد المرحلة غنضيف واحد المكوين لي كيعطي هاد الكيك واحد لها شاشة واحد الخفة واحد اللدة اللي لا توصف هو هاد ثلاثة دي القطع دي الجبن المتلت غنضيفهم وغنحاول نمعسهم جيدا بالتراب وغنحاول نخلط مزيان مزيان حتى كيدوبوا وكينساجموا مع الخالات يعني ما تخليوهم ش مكتلين او لا تخليوهم يبقوا هكا حبيبة ضروري ما تخلطوا جيدا حتى كينساجموا حتى هما مع الخالات طبعا اللي بغي يختمها بالتراب الكهربائي او اللاب الكاس ديال العاصر لكم الاختيار غير انا كان بغي نبسط لكم الوصفة يعني غير هاد الطراب لها داويرها كافي جدا من بعد ما خلط الخالات ديالي مزيان ودك الجبن ما بقاش كيبانيا في الخالات ما بقاش مكتلية وما بقاش الحبيبات ديالو غا نضيف هنا يا كاس ديال الحليب اللي خلطنا معه معلقة ديال الخلف الاول كي ما شفتو كان بقا ونحركوه كي يرجع بحل الرايب كي يرجع خاتر وبحل الرايب كي يولي هكا معزول على بضياته ما بقاش سائل بحل الحليب العادي وهاد المكوين كذلك كي يعطينا واحد نتيجة اللي مبهرة كنصحكم تجربوا هاد الكيك بهذا الطريقة هادي وتردوا عليها ان شاء الله والآن وصلنا لمرحلة اللي غا نضيفه النواشي فهنا هي الكاس الاول من الدقيق انا هنا يرا كان عندي مغربل وبغيت نغربلو للمرة التانية لانا بغيت نشارك معكم جميع الخطوات اللي كي يساعدوا في نجاح الكيك خصوصا للمبتدئات يعني ضروري ما تنخلوا الدقيق ديالكم ضروري ما يكون منخول وضروري ما يكون نوعية جيدة هذا الكاس الثاني ديال الدقيق كما قلت لكم ضروري الدقيق يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات باش ينجح معكم في الوصفات ديالكم وضروري ما تضيفوا الدقيق بالتدريج يعني كاس بكاس بشوية عليكم ضيفوا كاس حتى تخلطوهم زيان و تدخلوه عاد كتضيفوا الكاس الثاني كذلك تخدموا الخالي جيدا حتى كي تجانس معاه و الآن غنقوم إضافة نصف كاس آخر من الدقيق هذا الكيك هذي كاتت تأخذ ليه 250 جرام ديال الدقيق أو جوج كؤوس و نصف هناك كذلك غنضيف جوج أكياس ديال خاميرات الحلويات لمجموع 16 جرام وغنحاول نمزج المكونات ديالي جيدا ندخل هذي كمية ديال الدقيق جيدا وخمارات غير بشوية عليكم خدموا الخالي ديالكم زيان وعطيوها الخاطر راه غيستق معاكم راه وصفة ناجحة مليون في المئة ولو تكوني معمر قدخلتي الكوزينة ومعمرها نجحة معاك الكيك جربي هذي على ضمانتي هذا هو القوام اللي خاسكم تحصلوا عليه كيكون بهذا الشكل قوام ديال الخالي ديال الخالي ديال كيكون ما هو تقيل بزف ما هو خفيف كيما كتلاحظو كيكون بهذا الشكل هذا ومباشرة كنخرج المول ديالي من التلاجة وكنفرغ فيه الخاليات بهذا الشكل هذا وانا رافعي ديال فوق باش ندخل الكيمياء من الهواء باش الكيك ديالنا يتنتفخ الفورن وبالنسبة للفورن ارني شعلت عليهم اللي بديت كنخلط في الكيكة لان انا دائما كنتخل الكيكات ديالي الفورن يمسخن من قبل وشعل فقط من الاسفل مليكا ندخل الكيك كنقص عفيا مهيلة جدا وكنصد عليه نخليه حتى كنشم الريحة دياله طب عاد كنحل عليه خداليات قريبا خمسين دقيقة في الفورن وكيما كتلكم عفيا لي مهيلة جدا وكاتبقى كل وحدة كتعرف كيفاش تتعامل مع الفورن ديالها هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجت من الفورن الان غنغطيها بواحد المنديل وغنخليها تبرد واحد شوية هنا يا من بعد ما دفت واحد شوية زولتها من المول كيكون هدا هو الشكل ديالها كيما كتشوفوا ما شاء الله كتجيب حجم عائلي كتجي طالعة ومن فوخها وكتجي مفتشة خفيفة بزاف الان غندوزو نشرك معاكم طريقة تحضير سلسط الكراميل غناخدوا واحد الكسرونة وغنديروا فيها كاس ديال السكر حبيبات وغنديرها فوق نار اللي هي مهيلة وغنخليها ما نحركها ما نحديها حتى كنشوف هدا بتبه هاد الشكل من اللي كي يقول لي عندي السكر بهذا الشكل هدا كيكون دايب بهذا الشكل هدا يعني كيكون بقالية غير شوية يدوب عاد هناك نجيب واحد الملعقة خشبية ونحاول نحركه بها باش نعاون دك السكر باش يدوب بالكامل المهم انكم في اللول ما تحركوش يعني تخلو هيدوب على خطره ولكن على نار مهيلة جدا وردوا معا البال يتحرق لكم لان هيدا التحرق عا تكون فيه الماداق ديال المرورة من بعد ما كيكون دايب ولا سائل بهذا الشكل هدا غنضيف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة وممكن نضيفوا الزبدة حيوانية او اللي ديال العلبة او اللي اللي متوفر ليكم كان نحرك مزيان ديك الزبدة باش يدوب فيه ونساجم معاه كيما كتلاحظوا معي ودائما على نار اللي هي مهيلة مش ما يتحرقش لكم ويتخطف لانه لا تحرق را غا تخصروا كل شي يعني اردوا معاه لبال مزيان كيما شفتو كان حرك مزيان ديك الزبدة دابت معاه ونساجمت معاه والان غنضيف لي واحد الكاس ديال الحليب اللي كان يكون مخلطة فيه واحد الملعقة كبيرة ديال الناشا يعني هاد الكاس الحليب كيكون بدرجة حرارة المطبخ كتخلطوه معه ملعقة ديال الناشا وكتخليوه جانبا من اللي كانتوصلو هاد المرحلة هادي كتضيفو على الكراميل ديالكم وفاش كتضيفوه كتحسو بدك السكر بحالة بدك يتحجر او غايتتحجر ولكن ما تخافوش يعني غير استمرو في التحريك استمرو في التحريك را كي يعودو بدك السكر وكينساجمو ما كيبقى ولا تكتولات لوالو كيما كتشوفو هناي على عينيكم غير نار هي تكون مهيلة وتحركو جيدا تحولو تحركو من قعر ديال الانه باش ما يلتصقش لكم اناي غا نضيف واحد القبيصة ديال المرح اللي كتعطيه واحد المعدة قزوين بزاف وكتهرس لي هاداك السكر كتهرس لي ناديك الحلاوة كيما شفتو كان بدهو نحركو فيه باستمرار حتى كيبدا اعقاد يعني حتى كيبدا تحسو بيها را بدك يتقال كيما شفتو وراك يكون هاكا صاف يعني ما كيفكونو فيه لاتك التولات لحتى حاجة كاتبقا واقفين حداه وتبدو تحركو فيه باستمرار حتى كتوصلو لهاد المرحلة هادي حتى كتحسو بيها را عقاد واختار وبدك يدير هاد البوقات هاكا صافي هنايا غنطفي عليه النار وغننزلو وهنايا فاش نزلتو من فوق النار وهو باقي سخون غنضيف ليه التمنية ديال القطاع ديال الشوكولاتة البيضاء كيما شفتو اولا نقولو جوجد راهم ديال الشوكولاتة البيض كنحاولو نحركو جيدا محده هو سخون باش كتدوب معاه وتنساجم معاه وهنايا كيكون الكاراميل ديال نوجد كيما كتشوفو كييجي على هاد الشكل هادا هنديرو فهد زلافة هادي باش يبرد ليه إلا برد راكي يتمسك أكتر وأكتر كيما شفتو الكاسر لناره متحرقات منصقات موالو وهنايا من بعد ما بقى واحد نصف صعف تلاجا راهم ليكا نديرو فتلاجا كييرجع يعقاد يولي القوام دياله بهذا الشكل هادا كيجي لديد بزاف وراه ما كيخسرش ما كيضيعش كتحتفظو بيه فقينينا زوجة جي مسدودة فتلاجا كيبقى لكم الشهر ما كيوقع لي حتى حاجة انا دائما كيكون عندي معتمد كنزين بيهك الكيكات كتزينو بيه اي حاجة ممكن تلسقو به اللي صاب لي ممكن تديرو بيه اي حاجة بايتو كيجي اقتصادي وسهل جدا ونايا غندوزو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكيكة ديالي اللي من بعد ما زيينتها به وكان هادا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالي اللي حضرت معاكم من بعد ما بردعت خليتها حتى بردعت وزيينتها بدك صنصة الكراميل حتى هي من بعد ما بردعت بعد الشكل هادا ورشيت فوق منها القليل من رقائق اللوز ايفيلي من الفق والقليل من حبيبة الشوكولاتة وكيبقى تزين اختياري كل واحدة كتزين على حسب الرغبة ديالها دائما تصابوها بهالطريقة هادي وكانتمنى اذا اجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بتشجيعات ديالكو لك اتفرحني بزاف كانتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس ديال التنبيهات باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد كانشكركم على المتابعة وان شاء الله نتلقى في فيديو اخر دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله